اهلا وسهلا للحباب كيف تماما لبس عليكم بخير مزيانين كنتمنى تكونوا بخير والاخير وصحتكم مزيانة ومرحبا بكم فيديو جديد ومرحبا بالناس جديد اللي انضموا مؤخرا للقناة شرفتوني ونورتوني مرحبا بكم والف مرحبا وشكرا لأي واحد كي خليلي لايك وكومنتيغ للفيديو هكتا كنعرف بلي الفيديو عجبكم وكاديد التاقة ايجابية انني نصور كثير وكثير وان شاء الله غادي مقارن فارتاجي معاكم ديما بحلاك الوصفات هادو الناشحين كل مستوى ونعرف مننا الوقت كبير تماما فمي صورت لكم الفيديو ديال العجنة السحرية اللي خارج سمننا مني بيزا ومني بطبط وشكرا لكم متواجد بكم هادو العمارة اللي كان عملنا البطبط والبيزا اللي مختلفين كل مرة وشنو كان العمل وهذا المرة هذي هدي غادو خارج معاكم العمارة اللي كانت جهن غزالة وازدين عليهم الكيش بالقنبة الكروفيت والكارامل اللي كان يجهن غزال بواحد الصوص اللي كانت الجهن فينا فن فينا داروري انكتا سيكرا لديهم لديهم الوصفات وا اذا شاهدتم الفيديو يجب ان تجربوهم لا تندمو عليهم كيجو خاطيرا ونبدأ الفيديو على بركة الله هنا المملحات التي سنعمر ميني بطبوط وميني بيزا والكيش اللي سنعمرهم بالحشوات المختلفة بالنسبة للكيش فأنا عملت بصيلة مع تومة مع ربع وشحرتهم مع المليحة والبزار وزيتهم الكرامال تصهدتهم قليلا حتى تضغية الطيب بالنسبة للبيتزا فأنا عملت بصيلة مع الفلفلة مع شوية دمليحة وزيتهم كفة بالنسبة للبطبوط فأنا عملت فلفلة واحدة بناتهم جوج نعمل غير كمية صغيرة نعمل كمية قليلة لكي يكون جديد على الطبلة أمامك توجد كمية كبيرة يوميا في نفس الحاجة قد تنوح كبيرة من هذه المملكة ستدعوا حشوة أخرى بالنسبة لبيتدا فعمرتها بصوليس ومعها كفيتا مبصيلة وجبن موداريلا وزيتنا ملفق وكنت كبعها لهم قليلة أنا من محبين رحة الصحتر عليها في العجينة وكنتزيد لهم ملفق وبالنسبة للبطبوط نعمل بصدر الجيش هذه الحشوة تجيل ديدة وبقى الحشوات أخرين البطبوط اللي يأتي وغزلين في المرة وحتى في المنظر البطبوط معمر بالسخون ومعمر بالبارد هذه الحشوة تكون سخونة والبردة تجيغزارة ونجد هنا الحشوة المفضلة اللي تجلب هذه الصصة خطيرة كنصحكم انكم تشربوها ولا تندموا مرة بالنسبة لزلافة وعندي فيها البيشامل كنضم كل شيء كعرفي عدل البيشامل ورح شاركتوا معكم شحال من مرة كنعدي الزبيضة مع الطحين كنخليهم يتقلى وكنزيد عليهم الحليب وصفي كنحرق كل شيء مزيان كنزيد عليهم رشيشة الملح رشيشة اللي بزار والتومة اللي كيبعي ريحة التومة يزيدها ولي ما كيبعيش صافي بلاش وصفي غد نحرط مزيان مزيان حتى اعقد وإذا كان لديكم فورما جدا ومزيدوا معهم من بعد موجة البيشامل خليت برد وزيت عليهم بيضة ورشيشة اللي بزار ومزيدت معهم الملح صافي اكتفيت بها وبقيت نخلط مزيان البيضة مع البيشامل وزيت عليهم شوية المايونيس غير شوية غير كتعطي تهيال مدق غزال واذا ما كانش عندكم صافي ما تعدلوها شيء عرفتوا هات الصوص هذي كدت وعرى وعرى بنينا بزا 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 ما بغيت نصور لكم كل شيء هكذا ميكوتك نشحر ذك الشيء وميكوتك نعادل بشامل وهذا باش ما يجيكمش الفيديو طويل كنعملكم مقلة ودل في الفيديو باش هكذا تستفدو يعني اديوا فكرة شونه توجدو ما ساليته مرشيس عليهم شوية الموداريلا وغادي نزيد عليهم هنا قننتات اللي وجدت معكم في الفيديو ديال الورقة على البخار اللي عمرتم بالجاج وكندخله من الفريقو كنعمل اربع اربع كندخل حيث حنايا كننكلوها جوج 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 نجوج ونصافي هنيا غادي ندخله من الفرق وغندوز نوجد معكم الخضيرة اللي ضروري عندي في الطابلة ضروري كتكون الطابلة متنوعية فيها الخضرة وفيها الفروطة حيث تشعروا برسكم كتكلوه ذاك شي مفيد مهم هنا يا سلقت نص سلقة بالنسبة للبطاطا والجعدة خزو والقرع وبالنسبة للتبصل فانا عملت شوية مليحة مع شوية الكامون مع شوية اللي بزر و جوجة سنينة ديال تومة والربع ومعلاقة ديال الزيز بلدية سوف نخلط كل شيء سوف ندهان بهم الخضيرة بالنسبة للبطاطا فانا كندوز واحدة بوحدة على حسابية ضغية كد تفرتس معنا وبالنسبة للخزو والقرع الخضر سوف ندهان برنجالة سوف نقسمها على الجوج وسوف ندهان بزويتة كاملة وسوف ندخلها مع الخضراء وقتها هي الطيب فميكا الطيب سوف ندهان الوسطي انا كل مرة من حشوة مرة بالتون مرة بالكفتاء مرة بالربع والتومة ومعزتوا مع التومة والربع ورجعتهم فيها وزيت عليهم البيشامل من الفوق والمدارلة ودخلت الفران تجي غزالة اما ميكا تكون فيها التون او مثلا الكفتاء تجي اكتر من رائعة بالنسبة للبرنجال فكان وجدوا بزاعة طرق كانت طريقة اللي خسوي بقسخون كانت طريقة البردة وده بنشاركوا المخللات ده بنشاركوا معكم ان شاء الله بالطرق اللي كان نعمل واكيد غادي يجبكم بزاعة بزاعة وبالنسبة هنا عملت صرات الخويل اللي ضروري تهيتكم فوق الطابلة اكترنا كما اقول لكم باش كنت تاكلوا ذاك شي صحي ومتنوع اعملت هنا يا بنانا مع تفاحة مع فريسة مع بعويدة لينقاسة وزيت عليهم دانون ديال نكهة الحامض وزيت عليهم شوية اللوزة من الفقض ووقت بأصافة هذا الشي اللي وجدت لفطور ديالنا زيت تغير الطاجين بالكفتاء ومتايشة من الرجل ديالي حد ضروري يجبكم الطاجين اللي يجب عليك توجد ما نعرفش انه في الطابلة اذا ما كان شي الطاجين وقاته يصفي وبالنسبة للمعسلات دايجا شاركتوا معكم البريوات والبقلاوة وبشنخات والتمار والسفوف ذاك شي ضروري يخصيكم في الطابلة والحريرة كتبقى لي من البارة وضروري من البيت والعاصر دياله في كاب الحليب اللي وجده الرجل ديالي واشتتوا مع عندكم الرجال اللي يدخلوا يعاونوكم في دقيقة صعين ويعملوا معاكم غير العاصر وكان هذا هو فطورنا اللي كان حاول نوجد في ذاك شي صحي ويكون لديد وكانت مننا تكون لديد ومنه افكار هكذا والله شي حاجة عجبتكم ومن مرة الطويلة ديال الفطور ومن مرة الطويلة ديال الفطور ضروري غادي نشارك معاكم الكوزينة كيفاش كتولي من مرة الفطور كتبقى جبد هذا جبد هذا جبد هذا خصوصا مع التصوار كان جبدو التباصل بزاف كتبقى تبقى تبريزونتي هنا وهنا وهنا نحن سافي يتبقى وعليك القشوع صراحة بزاف ولكن ما كان حد يحتف شي حاجة حد ايجا من الفطور كان سافي تقلت ومقدر تنعدل شي حاجة ومن مر العشاء كان صلي و العشاء كان قرأ القرآن وكان نرتحوها ثاني شوية وذك ساعات كان نضوذ نجمع الدار شي جمعه هكذا خفيفة وكان نضوذ ذك ساعات الكوزينة ومن بعد سافي كان نعسوها ثاني كان في قول الفجره وهكذا الأيام كان تقبل مننا صيام وصلتنا وهنا اكبر نفعه في الحياة هي لوفيسيل لا يمكن شئ حركة نفعه الحمد لله زمن نعمة كبيرة انها تكون عندكم في الدار تعمل اكبر طرش اللي تكرهه اي مرأة صراحة انا القشوع ما كان حملش ينخسلهم يحمقني انني انطيب شهيوات ولكن القشوع يتقورو هذا كان نعمل بالناقصة كان نعمل بالناقصة انا نطيب شهيوات ولكن الحمد لله معالا تدعم انك طيب بزاف من حاجة تقول ماشي مشكلة غريتوص غريتوه صراحة نعمة نعمة كبيرة فانا طلعا شهرين باب الشريطة تكون عندنا قبل ما تدخل رمضان صراحة ما شوفنا اهمية دياله قاك يقول الرجل ديالي خسارة هادي كهستتخد باللول والله الا البنات هادي خسارة تكون عندكم انفوات كونه وكد اتصدر ديركم ضروري تجيبوها حيث تتعطيك وقت وكتخلك انك توجد بزاف الحاجة لا تعقش على حسب القشوع وكتبقى لكل وقت بزاف بالنسبة للمرأة اللي قصفتة و بالنسبة للمرأة اللي قصفتة زي ما صراحة نعمة الله و اي حاجة تسهل الحياة الانسانية اي اخده اذا كان في مصطعة دياله و اذا بغيتو فيديو مفصل عليها بشحال شريطة بماين و كيفاش كتتتتعمل اول مرة و شنو البردوية اللي كانتتتعمل فيها خليوها لي في كومنتر ونعملكم ان شاء الله فيديو مخصص و صغير على الفيسل و صافي هنا دوست من بعد ما عملت القشوع يتخسلون سنحك البوطة بسيف اللي ما كنستغنش عليه وهذاك اللي حي تلاقي يكون لاسق في البوطة اللي تاوك يبقى يترن فيها هكذا الحاجة ميك تكون كتغلي و سنحك اللورنية و سنحك مهم كل شيء يبقى يومители يوم تقوم بفده تقوم بفترق يوم جمحون نحك الوضيف يوم جرورة يوم بالتطفق بفترق يوم جرور مزيد يوم الجرور يوم ت υبيع يوم جرور يوم جرور المترجم للقناة 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 المترجم للقناة